كل التفاصيل المتقدمة في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة جاءت تعليقا وتوضيحا للكلمة التي قالها السيستاني لعمر موسى لما زاره في النجاف لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران هذا الكلام سنة 2005 فهل هذا الكلام ينم عن دين عن عقيدة أو أنه ينم عن حرص على مصالح الشيعة أو على مصلحة العراق لا أريد أن أكثر من الحديث في هذا الاتجاه إلا أنني سأقرأ عليكم التفاصيل من نفس الكتاب هذا هو كتاب عمر موسى الذي عنوانه كتابية يتألف من جزئين وهذا هو الجزء الثاني الذي عنوانه الفرعي سنوات الجامعة العربية لأن الجزء الأول من كتابه كان يتحدث عن نشأته الأولى وعن تنقله في الدبلوماسية إلى أن صار وزيرا للخارجية المصرية أما الجزء الثاني فإنه يتحدث عن سنواته في الجامعة العربية حيث كان أمينا عاما لجامعة الدول العربية هذا الكتاب كما قلت لكم عنوانه كتابية لعمر موسى وهذا هو الجزء الثاني وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى 2020 ميلادي دار الشروق القاهرة مصر سأقرأ عليكم ما ذكره عمر موسى عن زيارتين الزيارة الأولى زيارته لحارث الضاري ولمجموعة علماء السنة وزيارة الثانية هي للسيستاني الزيارة الأولى زيارة عمر موسى لحارث الضاري ومن معه من علماء السنة كانت في يوم الجمعة 21 عشر 2005 وأما زيارته للسيستاني فكانت في يوم السبت 22 عشر 2005 يعني في اليوم الذي يلي يوم زيارة عمر موسى لحارث الضاري ومن معه سأقرأ عليكم التفاصيل وقارنوا بين الزيارتين وما الذي جرى فيهما صفحة 110 عمر موسى يقول في مقر هيئة علماء المسلمين بجامع أم القرى هذا في بغداد المكان بغداد والتأريخ يوم الجمعة 21 عشر 2005 في مقر هيئة علماء المسلمين وأنا أقرأ من صفحة 110 من الجزء الثاني من كتاب كتابية مذكرات عمر موسى في مقر هيئة علماء المسلمين بجامع أم القرى التقيت المسؤولين بالهيئة برئاسة الشيخ حارث الضاري في لقاء حميمي وصريح ما هم عرب وسنة في لقاء حميمي وصريح رحبوا خلاله بي وأشادوا بعروبتي وقوميتي لكنهم شكوا لي من استشهاد 120 من أساتذة الجامعات واختطاف 135 طبيبا في ستة أشهر قالوا إن كل تلك الجرائم قيدت ضد مجهول لأن ما وقع عليه مجلس الحكم الانتقال يقضي بعدم مساءلة قوات الاحتلال وأكدوا أن العراق منهوب وأن الحل يكمن في رحيل قوات الاحتلال وطالبوا بتحديد جدول زمني للانسحاب والتمهيد لذلك بسحب القوات من المدن وأشاروا إلى أن هذا الانسحاب هو المفتاح الذي تنطلق منه كل الخطوات العملية وحددوا ستة مطالب رأوا أنها كفيلة بحل المشكلة العراقية إذا تحققت وأهمها تحديد جدول زمني مكفول دوليا لانسحاب قوات الاحتلال واعتبار المقاومة العراقية حقا مشروعا وتأكيد أن الإرهاب جريمة مرفوضة بكل أشكالها وإعادة الجيش العراقي إلى ما كان عليه لماذا لأن الجيش العراقي بعثي وهذا هو الذي أيضا كان يريده أسيستاني مثل ما حدثنا أحمد الشريفي في الفيديوهات التي عرضتها عليكم في الحلقة الماضية وإعادة الجيش العراقي إلى ما كان عليه ليمثل كل أطياف المجتمع دون الخضوع لتوجيهات معينة سلموني قائمة بتلك المطالب حملتها معي مع مطالب الجهات الأخرى التي قد تكون مختلفة ومتضاربة من أجل التوفيق بينها وبين أصحابها على أمل جمعهم على مائدة حوار واحدة بهدف الوصول إلى وفاق أو مصالحة وطنية هذا ما ذكره عن زيارته لحارث الضار ومن معه من علماء السنة في بغداد القضية تقليدية لا شيء يثير الاستغراب ولا نستغرب من أنهم يطالبون بإعادة الجيش العراقي على ما كان عليه فالجيش العراقي قادته من السنة الشيعة فيه كثيرون لكنهم لا يتحكمون بالجيش السنة هم الذين يتحكمون بالجيش والجيش بعثي صرف وقد أجرم ما أجرم في أيام البعثيين فلا نستغرب أن يطالب بعودة الجيش العراقي لكن لا يوجد شيء يثير الالتفات يثير الانتباه هذه كانت زيارة عمر موسى لحارث الضار ومن معه هؤلاء هم مرجعية السنة تعالوا معي إلى مرجعية الدجل والتدليس والمخاتلة أنا سأقرأ عليكم وأنتم قارنوا بين زيارتين في صباح اليوم التالي لا زلت أقرأ من صفحة 110 في صباح اليوم التالي السبت 22 أكتوبر 2005 22 10 2005 جاء الدور على زيارة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله العظمى علي السيستاني في النجف ثم يتحدث عن الطريق وعن وسيلة السفر الذي يهمنا هنا في صفحة 111 ذهبت لبيت السيستاني وكان متواضعا للغاية جلست معه على الأرض ذهبت لبيت السيستاني وكان متواضعا للغاية جلست معه على الأرض كان متواضعا إما أن يكون الوصف لبيت السيستاني وإما أن يكون الوصف للسيستاني والأمر واحد ذهبت لبيت السيستاني وكان متواضعا للغاية جلست معه على الأرض يبدو أن الأرجح أن أقول من أنه يتحدث عن السيستاني أكد السيستاني في محادثاته معي حرصه على وحدة العراق وسلامة أراضيه وإنهاء الاحتلال الأجنبي بالطرق السلمية ووصف الانتخابات المقبلة بأنها ضرورية ويجب أن تحقق العدالة لجميع أبناء الشعب العراقي وقبيل انتهاء اللقاء قطعا عمر موسى حينما ذهب إلى النجف لم يكن قد ذهب لوحده فهو قد جاء في زيارة رسمية مع وفد مرافق وقبيل انتهاء اللقاء طلب السيستاني أن أبقى معه للقاء منفرد لدقائق بدأت المخاتلة لاحظتم من أن أي شيء من هذا لم يكن موجودا في زيارة عمر موسى لحارث لحارث الضار ومن معه وقبيل انتهاء اللقاء طلب السيستاني أن أبقى معه للقاء منفرد لدقائق هنا بدأت المخاتلة السيستانية وبدأ التدجيل المرجعي على أصوله طلب السيستاني أن أبقى معه للقاء منفرد لدقائق ولما خرج الجميع قال السيستاني يا سيادة الأمين العام يا أخي العزيز عمر موسى سأقول لك شيئا أرجو أن تتذكره لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران لماذا لم يتحدث السيستاني عن هذا أمام الوفد إنها المخاتلة بالضبط مثل ما حدثنا فؤاد عجمي من أن الحديث خلف الأبواب المغلقة في حالة المخاتلة والمخادعة سيكون مختلفا جدا عن الحديث حينما تكون الأبواب مفتحة وقبيل انتهاء اللقاء طلب السيستاني أن أبقى معه للقاء منفرد لدقائق ولما خرج الجميع قال السيستاني يا سيادة الأمين العام يا أخي العزيز عمر موسى سأقول لك شيئا أرجو أن تتذكره لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران قلت له عمر موسى يقول للسيستاني أنا وجودي هنا لتأكيد الهوية العربية للعراق وهي مسألة مهمة لهوية العراق ولأمن العراق رد علي مكررا ذات العبارة مرة أخرى رد علي مكررا أو مكررا رد علي مكررا ذات العبارة يا أخي لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران لا تلقوا رد علي مكررا ذات العبارة يا أخي لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران في الوقت ذاته في الوقت نفسه لما كان قد اختلا بعمر موسى يحدثه بهذا الحديث في الوقت ذاته كان ابن حلي وابن حلي هو أحمد ابن حلي سياسي جزائري كان يشغل في ذلك الوقت نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية وقد توفي سنة 2017 ميلادي كان معروفا بابن حلي حينما يذكر في الإعلام وفي الأخبار ابن حلي هذا كان معروفا عن من أنه عملي يدخل في الأمور العملية بشكل مباشر ولذا أين كان جالسا كان قد انفرد به محمد رضا السستاني مخاتلة هل لاحظتم شيئا من هذا في زيارة عمر موسى لحارث الضار ولمن معه من علماء السنة المخاتلة وال كذب والتدليس والمخادع هنا في النجة في الوقت ذاته كان ابن حلي جالسا في غرفة أخرى في مكان آخر مع ابنه محمد السستاني محمد رضا واتفق محمد رضا وابن حلي واتفق على التواصل ووسائله الجانب العمل بالضبط مثل ما قال فؤاد عجمي مر علينا في الحلقات الماضية عليك أن تقوم بالأعمال السياسية مع ولده محمد رضا ثم تذهب لزيارة الرجل العجوز في الوقت ذاته حينما اختلى السستاني بعمر موسى كان ابن حلي جالسا في غرفة أخرى مع ابنه محمد السستاني واتفق على التواصل ووسائله أما أنا عمر موسى يقول أما أنا فقد عدت ومعي تأييد السستاني بتلك العبارة القوية لا تلق بالعراق في أحضان إيران هكذا تجري الأمور خلف الأبواب المغلقة ومع أن الاجتماع كان خلف الأبواب المغلقة ولكنه لأجل أن تكون المخاتلة دقيقة جدا اختلا بعمر موسى منفردا واختلا محمد رضا بابن حلي في غرفة أخرى للتوافق على العمل والتواصل كي ينفذ المخطط الذي يريدون تنفيذه أنتم قارنوا بين زيارة عمر موسى لحارث الضاري وبين زيارة عمر موسى للسستاني لماذا أسلوب المخاتلة هذا لماذا يتحدث مع عمر موسى بطريقة لا يتحدث بها أمام الآخرين لماذا يكلم هؤلاء بشيء لا يكلم به الشيعة علنا لماذا يتحدث مع ممثلي الأمين العام للأمم المتحدة في الغرف المغلقة ولا يحدث الشيعة بشيء عن ذلك هذه البيانات التي تصدر لذر الرماد في العيون ممثلو الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة هم رسل عن إسرائيل ينقلون الرسائل من إسرائيل هذه هي الحقيقة التي يعرفها سياسي المنطقة الخضراء لأنهم نفسهم هؤلاء الذين يمثلون الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة هم ينقلون الرسائل الإسرائيلية أيضا للحكام في المنطقة الخضراء فهم يعرفون حقيقة الأمر رجاء أن اعرض لنا اللوحة التي تشتمل على صورة عمر موسى والسيستاني هذا هو عمر موسى والسيستاني في لوحة واحدة واعرضوا لنا صورة حارث الضار مع السيستاني في لوحة واحدة وهذا هو حارث الضار وهذا السيستاني إنهما اللذان تحدث عنهما عمر موسى في كتابه في مذكراته عن زيارته لهما ولاحظتم الفارقة بين الزيارتين رجاء اعرضوا لنا اللوحة التي فيها صورة أحمد بن حلي ومحمد رضا السيستاني هذان هما اللذان اجتمعا في الغرفة المجاورة كي يتفقا على ما يتفقان عليه لا أريد أن أعلق أكثر مما أقول من أن الرجل الذي يتفق مع الأمريكان من خلال كل تلك التفاصيل التي بيّنت ويتفق مع الحكام العربي عبر عمر موسى بهذه الطريقة التي جرت بأسلوب المخاتلة والاحتيال والمخادعة فهو من جهة مع عمر موسى ومحمد رضا ولده من جهة أخرى مع ابن حلي هذا هو الذي ينقل لنا التفاصيل الكاملة قطعا لن تنقل في كتب المذكرات ونحن لسنا مطلعين على كل المعطيات هذه قطرات يسيرة من البحر المحيط هناك الكثير من المعلومات التي أعرفها لكنني لا أستطيع أن أتحدث عنها لماذا لأنني لا أمتلك الوثائق الحسية التي أستطيع أن أضعها بين أيديكم ولذا فإنني أطوي كشحا عنها ولا أتعرض لذكرها ماذا تقولون بعد كل هذه التفاصيل أذكر أذكركم بما جاء في رواية التقليد في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهو يحدثنا عن عن أكثر عن أكثر مراجع التقليد عند شيعة زمان الغيبة الصغرى يحدثنا إمامنا العسكري عن جده الصادق صلوات الله عليهم أنا أقرأ عليكم من هذه الطبعة التي هي طبعة ذوي القربة إنها الطبعة الأولى قموا المقدسة صفحة 274 الإمام الصادق يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى يقول وهم أضر وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه قارنوا بين زيارة عمر موسى لحارث الضار ومن معه وهؤلاء هم الذين يمثلون المنهج الأموي قارنوا مع زيارة السيستان وهو المرجع الأعلى في النجف للشيعة لشيعة المراجع قطعا فإن الأئمة قسموا الشيعة إلى مجموعتين إلى شيعة يقلدون هؤلاء المراجع وهؤلاء سيضلون وإلى شيعة لا يقلدون هؤلاء المراجع حينما قال الإمام الصادق لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس ملبس محتار تلبيس بالضبط مثل ما نقل لنا عمر موسى عن حالة التلبيس التي جرت في زيارته لسيستان تلبيس لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب فالشيعة شيعتان شيعة أهل البيت هؤلاء الذين ذكروا في آخر الرواية آل محمد يقيضون لهم من يقيضون وأما الأعم الأكثر فإنهم شيعة المراجع الإمام يقول فضلوا وأضلوه من خلال المقارنة بين الزيارتين حارث الضار ومن معه يمثلون المنهج الأموي السيستان وولده ومن معه يمثلون منهج المرجعية الشيعية تنطبق الرواية عليهما أو لا أفليس الذي جرى في بيت السيستان هو أضر على الشيعة مما يقوم به الأمويون حاث الضار ومن معه ماذا تقولون أنتم ما فعله السيستان كان أضر على الشيعة الأمويون من النواصب والمخالفين كانوا يقتلون الشيعة ولكن الذي فتح الأبواب لهم هو السيستان فهو الأضر فهذه الجهة أضر من بني أمية تلاحظون صدق حديث العترة الطاهرة وتلاحظون انطباق ما جاء في تفسير إمامنا الحسن العسكري الذي ينكره السيستاني وأمثاله الخوء وأمثاله مراجع النجف يضعفون هذا الكتاب البعض منهم ينكرونه بالتمام والكمال والبعض منهم ينكرون أكثره ويضعفون ما تبقى منه بالنتيجة الأمر واحد هذا التفسير يفضح حقيقة مراجع النجف منذ 448 للهجرة حينما أسست حوزة النجف المشؤوم إلى يومنا هذا ما هذه الحقائق بين أيديكم الذين يكونون بهذا الوضع هل تستغربون منهم أن يركضوا باتجاه التطبيع وبأسلوب المخاتلة ما هي الحكاية هي هي ما الفارق بين هذا وبين التطبيع الأمر هو هو وقت الحلقة صار طويلا كان في نية أن أحدثكم في مطالب أخرى لكنني أقرأ عليكم ما جاء في نهج البلاغة الشريف وبعد ذلك أودعكم الإمام يتحدث عن أتباع الشيطان فيقول اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكة إنه الكلام المرقم برقم سبعة من خطبة من خطبه الشريفة اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكة واتخذهم له أشراكة فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم نشأ في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل وزين لهم الخطر فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه هذا هو حال مراجع النجف نظر الشيطان بأعينهم ونطق الشيطان بألسنتهم ربما حينما يفعلون ما يفعلون ليسوا ملتفتين لكن المنهج هو الذي يقودهم إلى ذلك من الجهة العملية الأمر سواء الأمر هو هو بهذا ينتهي حديثي في الشاشة الخامسة التي عنونتها حكاية الخيانة إنها خيانة المرجعية ترجمة نانسي قنقر